وعلى همشي منتدى بوابة الخليج 2024 أصدرت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أكثر من عشرة ألاف إقامة ذهبية لمستفيدين من 99 دولة وقد شملت الفئات المستفيدة نخبة من ملاك العقارات والمواهب بما في ذلك فنانون ورياضيون إضافة إلى الموظفين من دول الخدمة الطويلة وأسرهم بعد استفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة وأوضح الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأن تعليمات الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ساهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية في مجالات عدة ودعمت الاقتصاد الوطني وفقا لتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 إلى جانب تحسين التحول الرقمي في خدمات الإقامة مضيفا أن الإقامة الذهبية تمنح للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في المملكة لأكثر من خمس سنوات متواصلة ويبلغ متوسط راتبهم الشهري 2000 دينار بحريني أو أكثر خلال تلك الفترة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر